بعد التفاؤل الذي ساد سابقا بشأن نتائج المفاوضات النووية في فيينا تبدو صورة اليوم مغيرة أطراف عدة أبدت استياءها مما وصفته بعدم جدية إيران في المفاوضات استياء زادت حداته عقب تقديم إيران مقترحين للمفاوضين الأسبوع الماضي أحدهما متعلق برفع العقوبات والآخر بالالتزامات النووية وزارة الخارجية الألمانية قالت إن المقترحات غير مقبولة ودعت إلى تقديم أخرى واقعية مقترحات أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أنها تنتهك تقريبا جميع المستويات التي جرت توصل إليها سابقا لم تعطي الدبلوماسية الألمانية تفاصيل عن المطالب الإيرانية لكنها استنكرت استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية بالتوازي مع المحادثات الموقف الألماني يأتي متسقا إلى حد بعيد مع مواقف دول أخرى خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إذ وصفت واشنطن آخر جولة للمفاوضات في فيينا بالمخيبة للأمال مشددة على أن رغبة الولايات المتحدة هي الحفاظ على المسار الدبلوماسي كمقاربة مع إيران التي لم تأتي إلى المفاوضات مجهزة لتحقيق تقدم في المفاوضات وفي مقابل استياء الدول الغربية من مطالب إيران الكثيرة حسب تصريحات دبلوماسيين فإن طهران تتهم أطراف المشاركة في محادثات فيينا بالمماطلة وتطالب طهران الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها عليها وتؤكد أن هذه النقطة هي التحدي الرئيسي لإحياء الاتفاق النووي لكن طهران أبدت استعدادا حسب تصريحات مسؤولين لمناقشة مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي مقترحات لا يبدو حسب البعض أنها ستقنع أغلب المشاركين في المفاوضات